لقد خلق الله جل وعلا الجن والإنس لعبادته وحده لا شبيل وذلك كما قال جل وعلا وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوا ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق والقوة المتين حتى لا يتوهم وتوهم أن الله حاجة إلى عبادة العبادة قال جل وعلا ما أريد منهم الرزق أي كما يريد عادة الأسيال من عبيده قال الله ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموني إن الله يطعم ولا يطعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن من رحمة بالعباد أرسل الله رسل وأجزل كتبه وأمرهم بعبادته حتى يكرمهم إذا نالوا لطاق ويدخلهم الجنة قال جل وعلا وما أرسلناك إن رحمة للعالمين هذا سهل الرسول وإنزال كتاب قال جل وعلا هدى ورحمة للمحسنين فمن رحمة الله عز وجل أنه خلق الجن والأنس وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له مع أنه غني عنه مع سواء قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء من الله والله غني الحميد يجل يذبه ويأتي بخلق من دليل وما ذلك على الله العزيز وقال جل وعلا ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كبر فإن الله غني الحميد وقال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسه وإن أساءتم فلهه فالمقصود أن الله غني عن ربادة رباد ولكن من رحمته الواسع التي وسع كل شيء خلق الجن والإنس وأمرهم بعبادته حتى يكرمهم إذا نالوا ببارهم